كما بحث وزير الخارجيات المصري بدر عبد العاطي خلال الزيارة إلى رواندا بحثة طورات المتسارعة على الساحة الليبية جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الذي أشاد من جانبه بالجهود المصرية البناء والداعمة لاستقرار ليبيا وأثناء على ما تطلع به القاهرة من دور محوري لحل حلة الأزمة الليبية وأكد وزير الخارجيات المصري مواصلة القاهرة لدعمها لدور المؤسسات الوطنية الليبية بما يهدف للوصول إلى التفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن وتحت إشراف حكومة موحدة وبما يحقق لليبيا أمنها واستقرارها